اشتركوا في القناة بعض الاشياء فالله يسعدكم باذن الله مستمرين امشي قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي وضيفني على الاسناب هنا ولايك كوحش واشتراك في القناة اذا ما كنتم مشترك وتفعل جرس التنبيهات واتمنى لك مشاهدة ممتعة فنقول بسم الله ندخل على طول على القيم اوكي رسبنا في البيت طبعا امورنا تمام كل شي اوكي في الحلقة اللي فاتت اشترينا بضاعة كبيرة جدا اه وكان صراحة ما امدانا انه احنا نفك البضاعة هذه او ننزلها في متجرنا فالان بنروح نشوف البضاعة حقنا وباذن الله بننزلها اه اوكي شايف العامل حقي جوات المتجر غريبة ما فتح للان شي غريب اوكي ما في اغ اه اوكي اه ما في اشياء في المتجر اه نعرضها فخلينا نوقف عربتنا هنا ونشيل اه الووش فيني علاقتنا ونشيل اول شي فخلينا ننزل الاغراض بالكامل اه هنا اوكي نزل يا مدير خليني ارص الاغراض يا شباب بالكامل اه في اتوقع بعض الاغراض ممكن نرصها شي فوق شي بس الى الان ما ادري ايش نوع الاغراض هذي اه اوكي نزل لشي هذا اه اوكي هذي ليش مائلة غريب ليش مائلة ما ادري شوفوا هذي اقدر احطها فوق بعض ارصها بالشكل هذا اوكي اروه اه شي جميل عساس تتوفر عندنا مساحة على الطاولة وناخذ اللي بعده اوكي والرص هذا وش ذا تفاح اوكي اه خلينا الرص التفاح بالكامل اه التفاح كان سعره كويس صراحة اه في ناس قالوا لي دفور حاول انك ما تشتري شي اه سعر البيع نفس سعر الشراء يعني شوفوا الاسعار تحت علي اليسار واشتري شي اه رخيص والسعر بيعه يكون اغلى من سعر شراءه على اساس تكسب بدل ما انت قاعد تخسر فلوس يعني كأني اشتغل بدون ما اربح شي فهمتو اه لازم نشتغل كويس عيال نكون خلصنا من عرض الاشياء زي ما انتو شايفين اعيال اهم شي الطماطم هذي اهم شي الطماطم هذي شوف كيف راصها فالاشياء اللي قدرت رصها فوق بعض رصيتها فوق بعض زي ما انتو شايفين العصيرات اه الجبن الاشياء هذي رصيناها قد ما نقدر فوق بعض العربة فاضية ليش مقفل وات ليش مقفل طالع لي كلوز لا ليش كذا خلينا نشيل الصحين هذه ونفتح الباب هل كذا نفتح الآن خلينا نبعد عنه ونشوف لأنه مستغرب كنت أرسل أغراض ما أحد يشتري فما أدري إيش الهرجة كي الآن ضبط أتوقع أني الآن أقدر أفعل الأشياء هذه وممكن إنه ما يقفل صح يب خلاص حلو الحمد لله ضبط لازم نجيب الأشياء فيه شخص قال لي اضغط حرف الان يطلع لك الأشياء اللي ممتوفرة عندك عساس تروح تجيبها فالآن لسه ما جوز زباين فننتظر إليه ما يبدو يشتروا ونشوف إيش اللي ممتوفر وإيش المطلوب إيش الأشياء اللي نجيبها خلينا نشوف هل في عندنا فلوس ولا تدرون ما رح أسحب ما رح أسحب الفلوس ودي أخلص البضاعة بعدين أسحب الفلوس أفضل يكون ودي كمان أخذ جولة على المدينة نستكشف إيش فيه موجود إيش من أشياء اللي ملاحظوا أن أغلب البيوت كذا فاضية يعني ما فيها شي شي غريب أغلب البيوت زي كذا فيها عربات أكبر ما أدري إذا بعدين ممكن نطور العربة حقتنا ونقدر نجيب عربة أكبر ما ندري هذا الباب مقفول ما نقدر ندخلها أوكي بس نقدر نشوف من الشباك شوفوا البيوت فاضية ما فيها أي أثاث ولا فيها أي شي جوا هذا البيت شباك ومفتوح ما أدري إمدين ندخل بالشباك اللهي ما أدري أوكي ما أقدر أدخل ليش تبغى تدخل يا دفور ما أدري كذا بس عقلي قاعد يقول لي أوه حاول تدخل حاول أقول له طيب ليش أحاول أدخل ويقول لي بس كذا أنت ودخل بس أنت كذا بس ودخل بس مالك صراحة فسي ما تشايفين البيوت أغلبها ما فيها شي ولا أقدر أدخل أوكي هذا فيه باب هنا يا دفور ليش الغصب مع الشباك ليش أوكي ما فيها شي المدينة حرفيا غير فقط ناس يمشون وما تجاري مفتوح بس هذا الموجود أوكي إيش إن باع يا شباب توقع إن باع شي من هنا لنضغط إن الحمد لله التقييم حقنا قاعد يرتفع أغراضنا طيبة يعني في عندنا أغراض كثيرة الحمد لله لحد الآن أغلب الأشياء المطلوبة متوفرة فما قاعدين يشتكون الحمد لله أوه لازم أضغط على هذه أوكي لازم أضغط على هذه بعدين يجيب لي الأغراض اللي مو متوفرة أوكي والله النفاهي يا شباب طيب هذا النوت إيش نستخدمه أوه إلا مثلا إذا جيبنا شي من هنا من الأشياء اللي هنا يصير هنا ما أدري والله ولكن في كمية تفاح مباعت من هنا الحمد لله عصيرات ما مباعت أجمان ما مباعت الخبز كمان ما نباع شي غريب والله شي غريب ولكن ننتظر إلى نهاية اليوم ونشوف إيش اللي يصير ساعة 17 ما باقي شي على نهاية اليوم وبرضه إحنا فتحنا المحل متأخر فنعطيهم شوية وقت طيب يا شباب إحنا الآن في اليوم الثاني برضه البضاعة ما نباعت بشكل كامل ولكن مضطرين ناخذ الفلوس لأنني ملاحظ أن التقييم وصل إليه تسعة ورجع انخفض كالتبيري لا فش لا بورق لا ميت ما أدري لازم نجيبها هذه الأشياء خاف أنها تكون غالية أو شي ولكن خلينا ناخذ الفلوس ونشوف كم جاءنا أربعمية وات وإحنا ما بيعنا البضاعة كاملة وات هذا بيشتري يشتري تكفى يشتري في هذا ما يشتري يشتري يا ولد فيه أشياء كثيرة يشتري اخلص علينا والله مو راضي طيب معنا أربعمية أتوقع أنه الآن حان الوقت أنه إحنا نروح نجيب الأشياء الناقصة عندنا حبة حبة نبدأ نستعيد قوتنا فخلينا نتوجه إلى المتجر ونشوف إيش موجود عندنا في الليست ما هو موجود في متجرنا ونحاول نجيبه أوكي وصلنا السوق الآن خلينا نضغط ونشوف إيش اللي مو موجود عندنا عندنا أو الله أشياء كثيرة تخيل كثرة يا شباب أول واحد ميت وفيش أو الاثنين خلينا نشوفهم في محل السمك الفيش وينه هذا هو النورمال برايس ب13 وهو الآن سعره ب17 والله غالي والله غالي بس إيش نسوي مجبورين لأن عساس تقييم المتجر نحافظ عليه أدري أنه الآن بتقوله دفور ترى أنت قاعد تسوي شيئا غلط طيب هذا السجوك لا هذا ميت بيل سعره كويس يعني مو منخفض نفس سعر السوق فخلينا نشتريه ونشوف إيش باقي عندنا بورك وش البورك هذا خلينا نشوف إيش البورك أوكي هذا البورك السعره ممتاز جدا فخلينا ناخذه ونحط الصندوق هنا فوق إيش كمان فيه مطلوب عندنا أوكي أوكي تشيز تشيز رينغ أو راق حاجة زي كذا خلينا نشوف تشيز راق وين الأجبان تشيز راق وينها هذه هي سعره مرتفع ولكن مضطرين نشتري للأسف الشديد خلينا نحطها في العربة بالشكل هذا أوكي دقيقة إيش كمان ناقص خلينا نشوف إيش هذا ما أدري إيش لذر رول أو حاجة زي كذا وينها هذه والله ما أدري ما لقيتها يا شباب ما أدري صراحة وينها قاعد أبحث عنها ولا لقيتها هذه الرول ما أدري إيش اللي هي وينها هذه فقع لذر رول ما أدري والله بس ما لقيتها صراحة دورت عليها ما لقيتها أوكي هذه هي لقيتها سعرها كويس خلينا نجيبها لش لا السيوف والأشياء هذه جدا غالية صراحة غريب الموضوع إيش كمان باقي مطلوب كمان شيكن ميت بس سعرها جدا غالية لكن إيش نسوي لازم نشتري للأسف الشديد لو انتظرنا الأسعار كذا التقييم بينزل لكن إيش نسوي مجبورين يا شباب أوكي هذا شي كمان مطلوب ما انتبهت لسعر والله بس خدت وخلاص إيش كمان باقي في أشياء كثيرة يا أخي مطلوبة والله أشياء كثيرة خلينا نقضي أشباب وخلاص إيش نسوي عاد والله أشياء كثيرة المطلوبة أوكي فلوسنا خلصت فإش نسوي إذا فلوسنا خلصت نرجع البيت والله ما انتبهت إن فلوسي خلصت باقي معي ستة بس ستة عملات فخلونا نرجع للمتجر ونعرض الأشياء اللي عندنا وبكرة نشوف إذا أمدانا نشتري أشياء ثانية أو لا أوكي وصلنا الآن فنبدأ نشيل الأشياء ونعرضها حبة حبة أوكي أعرض هذه يا كابتن دجاج بس ما أدري كيف الدجاج هذا كله فخاذ شي غريب طبعا أعرض حتى في الأرض فما عندي مشكلة أوكي الدجاج بدأ ينباع ممتاز جدا مساتر والله السمك حجمة كبير إن شاء الله أنه يجي فوق بعض إن شاء الله أوكي السمك ما يجي فوق بعض حلو لا ألو شلت العربة كاملة خليني نحطها في الأرض يا شباب ما ما أحد يدري ما أحد يدري حطها في الأرض وخلاص نعرضها بالشكل هذا بالكامل لأن أصلا يعني ما أحد دار هي في الأرض ولا ما يدرون يا شباب أعرض بس أوكي السمك شوفوا ما أقدر حطها فوق بعض فلازم يكون يعني جن بعض تقريبا شوفوا الآن بدأ تقييم المتجر يرتفع لأن أغلب الأشياء اللي مطلوبة جبناها الحمد لله خلينا ننزلها بالشكل هذا أوكي وقع كذا خلصنا خلينا نحط العربة بره ونشوف إيش اللي جبنا والله جبنا أشياء كثيرة جبنا لحوم جبنا دجاج جبنا أجبان كمان جبنا هذه ما أدري ما أدري صراحة نكم مجمعين فلوس خلينا نشوف 231 يبغينا كمان نروح نجيب بضاعة زيادة يبغى لنا نجيب بضاعة زيادة هذا ما يكفي هذا إيش فلازم اللعب يبغى لها تأفيك يا شباب ونبيع الأغراض غير كذا ما يخارج شوفوا التقييم رجع نزل في أشياء لا زالت مطلوبة للأسف الشديد لكن إيش نسوي الشك ولا الله أوكي بكذا نكون خلصنا فخلينا نشوف كم جتنا فلوس 230 صار معنا 467 لازال المبلغ قليل ولله لكن إيش نسوي شك ولا الله خلونا نروح ننام واليوم اللي بعد نشوف إيش ممكن نسوي وصلنا البيت عطها على السريع دش وتوليت وبعدها نومة ونشوف الصباح إيش ممكن نسوي أوكي طلعنا الآن الصبح خلينا نتوكل على الله ونروح متجرنا أكيد المتجر فاتح وكيد الناس بدوا يشتروا أغراض فالأمر طيبة خلينا ناكل أوكي كذا كويس باقي ثلاثة عادي إيزي ونشوف والله الأشياء اللي جبتها أمس فيه أشياء منها مشت وأشياء لا زالت خلينا ناخذ الفلوس معنا 400 ونقول لا توجه إلى المتجر شيل يا كابتن ألوو ونقول لا توجه إلى المتجر يا مدير وخلينا نشوف إيش ممكن نشتري وصلنا الآن للسوق أو المتجر طبعا ما رح أركز على أشياء اللي طالبنا هم معلش التقييم خليه الآن إحنا ما نحتاج التقييم نحتاج نشيل أرخص الأشياء اللي يعني أشياء فيها مكسب رح يحاول أشتري أشياء أقدر أكسب منها فلوس وبعدين لا جمعنا فلوس نقدر نرفع التقييم فأي شي رخيص ممكن نشتري بنشتري شي بنفس السعر ما رح أشتري دايما أبغى التخفيضات أوكي على أساس نضمن إنه إحنا كسبانين كسبانين أوكي إيش وضعه هذا غالي غالي كمان أوكي هذا حتى هذا سعره غالي أوكي وهذا كمان سعره غالي أوكي خليه أي شي غالي ما رح نشتري يا شباب خلينا نشيل هذا أوكي نخليه هنا إيش كمان هذا سعره كويس هذا غالي غالي هذا لا نفس السعر لا هذا هذا كمان غالي خليه هذا سعر كويس علي خصم بس عندنا في المتجر ما نحتاجه أوكي هذا بنفس السعر غالي هذا سعر رخيص ممتاز خلينا نشيله نشيك على اللحوم والأشياء هذه هذا علي خصم عندنا بس هذا يمشي يعني يشترونا خلينا نحطه بالشكل هذا ليش كمان فيه هذا ما قد شارينا منه وسعر كويس فليش لا خلينا نشتري أي شي يا جباب سعر كويس بنشتري هذا موجود عندنا بس دام سعر كويس نشتري زيادة منه ليش لا هذا هذا كمان سعر كويس خلينا نشتري ليش هذي طماطم سعر أصلا هو رخيص فليش لا خلينا نشتري منه يعني بثلاثة هو وينباع يعني ما يقعد فالشي هذا ممتاز ونشتري كمان تفاح زيادة ايش كمان سعر رخيص هذا تمان يعني كويس مو مو رخص شي بس كويس ايش كمان هذا لا سعر عالي 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 والله لأغلب الأشياء أسعارها عالية ولكن نحاول قدر المستطاع نشتري اوكي بالشكل هذا اتوقع ان بضاعتنا ممتازة جدا فما شاء الله عبينا العربة حقتنا بشكل كبير جدا فخلينا الآن نشيل العربة اضغط اف يا كابتن الو ايوه شن العربة همشي يتأكد ما في شي طايح ونتوكل على الله الى بيتنا بالبضاعة الجديدة هذه فمن اليوم ورايح يا شباب لاحد يقول لي ركز على التقيم او افتح النوت وجيب الاشياء لان يا اخي رضو الناس غاية لا تدرك واحنا لسه في البداية فصراحة في البدايات ايش اللي تحتاج وتحتاج فلوس فهمي انو انا اجيب مبالغ اكثر من اني انا ارفع تقيم متجري انا عارف لو لو تقيم متجري مرتفع ممكن يجوني زباين اكثر ممكن ابيع بشكل اكبر عارف الاشياء هذه ولكن في المقابل باخصر كثير لانو يطلبوا اشياء سعر البيع فيها عالي فنمشي ونشتري الاشياء الرخيصة الان ما الله يسرها ونغتني ونقدر نشتري الاشياء اللي هم طالبينها اوكي الان وصلنا المتجر ما شاء الله اغلب الاشياء راحت فكالمعتاد عادي نرس على الارض ما في مشكلة او ما 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 حي يعني احنا في العصور القديمة يعني ميم حيجي الارض والله لا تقع البلدي والله لا سوي رجال ما حدر عنك حتى رقصة محل ما عندنا حتى رقصة محل ما عندنا والامور طيبة وماشي وزي العسل قاعدين نحاول نرس على الطاولة قدر المستطاع ما عني عارف اني حتى لو رصيت حي شي سم ذا حتى تمتلي الطاولة وما حلق مكان ارص فيه فرص اي مكان والامور طيبة يا رجال ما عندك مشكلة ايش هذا اولوه اوكي هذا نحطه بالارض بس فجأة طلع بعد لحم ما ادري من وين اخدت هذا اوكي هذا الشفل وبكذا جباب الحمد لله قدرنا نرص جميع الاغراب يعني مو رصينا رمينا جميع الاغراب رمينا جميع الاغراب ولا زالت يعني جبنا والله اغراض كثيرة لا زال يا اخي هذا مستحيل مستحيل تقدر انت توفر جميع الاشياء اللي في المتجر هنا صعب فخلينا نشوف كم عندنا فلوس اولي ثمان مية صار عندنا ثمان مية نقدر نقدر يعني ممكن الحلقة القادمة نقدر ممكن نبدأ نشتري ارفوف نشتري اشياء لكن يبغالها شوية تأفيق ونجمع فلوس على اساس نجهز الوضع والله مبلغ جدا طيب اشوف على نهاية اليوم كم ممكن نوصل فلوس لنلازالوا يجون وقاعدين يشترون الشيء هذا ممتاز جدا اوكي يا شباب يقول لك الاسلحة ما تقدر تشتريها هذا اللي فهمته الاسلحة ما تقدر تشتريها الا لازم يكون تقييم متجرك خمسين في المية على الاقل على اساس تقدر تشتري الاسلحة اوكي يعني الان ما اقدر اشتري الاسلحة أنا لازم رفع تقييم الخمسين في المية على اساس اقدر اشتري الاسلحة طيب اوكي الله يا شباب اوواضح انه احنا مطولين على فهل ما جيء الاسلحة طيب احنا في العصور الوسطى المفروض يعني يحتاج قازي يحتاج شي يشغله هذا 24 ساعة شغال ليل النهار ما يطفي أوكي انتهى الدوام ناخذ الفلوس صار معنا 119 954 قربنا على الألف في اللعبة هذه شي جميل جدا أنه إحنا قاعدين نشتغل بشكل ممتاز قاعدين نجمع الفلوس بشكل ممتاز لكن اللعبة فيها تأفيق كثير الشي اللي يعني مضايقني أنه ما في مثلا يعني أقدر أسوي أبغريد لكاشير أخلي عندي 2 كاشير أو أقدر أسوي أبغريد أطور المتجر وأكبر وأوسعه أقدر أسوي ما أدري ليش الأشياء هذه ما يضيفوها فهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى أنها نالت إعجابكم فإذا تبقوا أن نستمر في السلسلة هذه اكتبوا لي تحت في التهليقات بإذن الله نستمر فيها هنا نكون وصلنا إلى هذه الحلقة أتمنى أنها نالت أعجابكم أشوفكم على خير في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا